السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى كيف نضيف أو نحذف معلومات من database أقترح عليكم الكود التالي الذي هيمكنني من إضافة معلومات في database إذن عندي database تحتوي على هذا table students مع كل هذه الطلبة أسوي class سميته insert in database عندي الميل سوي throw exception إذا نعود أن نستعمل try will catch داخل الميل استعمل throw exception وذكرنا فيه دوال في الميل يمكن أن ترسل exception مثل class.forname بالنسبة لأول خطوة قبل أن أتعامل مع database أول خطوة تتمثل في إنشاء الconnection مع database أولا أقوم بتحديد الدرايفر اللي حيستعمل في التعامل مع database إذن أبدأ بكتابة class.forname وبين قوسين أضع اسم driver ثم أسوي الconnection إذن أنشاء object con نوعه connection يسوي driver manager.getCon وبين قوسين وضعت url للdatabase إذن الdatabase حقي اسمها firstdatabase والتي تحتوي على التابل student ثم أنشاء statement يسوي الconnection.create statement ثم أحد الكوري الأمر الذي سأرسل لي الdatabase.insert into students إذن أريد أن أدخل في التابل student الvalues القيمة التالية اللي هي ال id 154 اسم الطالب first name Omer second name يحيا و أخيرا level 1 أسوي stmt.executeupdate بين قوسين query وأخيرا أقفل الconnection إذن بعد تنفيذ هذا البرنامج student اسير هذا الجدول يحتوي على كل المعلومات السابقة مع الطالب الجديد إذن ال id الاسم first name second name و level لو أردت الآن نحذف معلومات من ال database إذن نفترضا عندي الجدول student محزن في ال database first database إذن الكود مشابه للكود اللي شفناه سابقا غيرت اسم ال class delete from database عندي المين method throws exception الكويري هنا صارت delete from student إذن أريد أن أحذف من student where id يساوي 22.11 يعني أريد أن أحذف السطر الذي يحتوي على ال id 22.11 هذه هي الكويري إذن هنا سويت ال connection مع database حددت ال driver و ال database اللي سأحذف منها المعلومة ثم أنشأت statement con.create statement وقمت execute update بين قوسين query delete query إذن بعد أن أنفذ هذا الكود الجدول student سيصير الجدول اللي تحت وقع حذف الطالب 22 11 صار غير موجود تحت ترجمة نانسي قنقر